وهذا موشل ممتاز الآن نحن سمعنا الناس وتحدثنا مع الناس مثل الناس الناس ترفض هذه الحكومات وترفض هذه المجالس العبتية مجلسي الدولة والنواب وتطالب بإسقاطهم وينبغي أن يأتي العيدس الحادث سبا سبا فراء حتى تنتهي هذه المجالس وأتمنى أنا على الشعب الليمي لأن يسمعني أن يدك مقارها مقار مجلس النواب ومقار مجلس الدولة الذي هو الذي باع القضية وباع فبراير بكل من أدعياء الذين فيه ومن فيهم ما زال ماسك العصاء من نصهم يقولوا وماسك المساحة الرمادية ويتكلم على السياسة سأقول لها التالي الآن أنت وفقتها للحكومة اعتمدها المصماري يا أستاذ اعتمدها حفتر ولكن لن تمر لا حكومتك ولا حفتر ولا معمر ولا مجلس الدولة ولا المشري يا فندي ولا الإخوان المسلمين ولا صوان بالليبي وإحنا فيه وإحنا هذه الوطن مش ليهم مرة بروحهم الوطن مش ليهم بروحهم إحنا حتى عنا بندافع عليه وحتى كان متنى فيه نحن مش خير من اللي ماتوا أنا لا تهمني هذه القضايا القانونية والدستورية لأن يتعامل مع مافيا سياسية لا تلتزم بعهد ولا ميثاقة لها ولا مبدأ ولا قضية وبالتالي هذا النقاش أصبح عبثي أن نناقشهم قانونيا والمادة سبعة والإعلان الدستوري والمقام والمادة ثلاثين هم استغلوا هذا النقاش السياسي المسؤول منا طيلة شهور ليمرروا هذه المؤامرة المصرية الإماراتية الفرنسية واستطاعوا أن يدجنوا مجلس الدولة برئيسه المشري ويأتوا به ليصنعوا مع الحكومة لتقاسم سلطة نحن نريد دولة لذي لسنا معنيين بالسلطة السلطة هو الشعب مصدرها هو مصدر السلطات أم تتأخذ السلطة دير الدستور خليه استفتع عليه دير قاعة الدستورية هو يوافق عليها بعدين يجي السلطات أما هذا المشروع اللي قدامنا هو مشروع امتلاك للسلطة واحتكار أصبح لدينا مجلس نواب عشر سنوات مجلس دولة تمام سنوات الآن جابونك الضرع الثالث جابوا لكم حكومة بتقع السنوات هذا هو المشروع اللي مصمم الآن نحن كتيار مدني وطني لا مرجعية ايدولوجية لدينا نحن لدينا فبراير سيد حبيب هل ترى سيستمر لن نفرط فيها سيستمر سيستمر وعلى كل المدن الليبية المواطنين الأحرار الشرفاء أن يفهموا أن هذه المؤامرة إن مرت عليكم أبشروا بضياء الحرية باستحالة الديمقراطية بعودة الفتن والحروب والمشاكل وأيضا بالارتهان للخارج وللأحذية العسكرتارية المصرية وأيضا كما تشاهدون على يسارنا في تونس إما سيسي أو قيس باستحالة الديمقراطية باستحالة الديمقراطية